السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هادنا ان شاء الله غد مقدموح الطريقة لي يفحقها طريقة خاصة كي يستعملوها الروس كي يستعملوها الامريكان اشحام فيديو انت كان بحث في اليوتيوب والقيت ان هنا واحد طريقة لي كي يستعملوها الناس باش كي يبردوا الامريكاني بديها لهم بدون مكيف و بدون خلايا التفريد كما كيديرو اخوتنا المصريين او اخوتنا الجزيريين او المغاربة المهم هذه واحد طريقة جديدة شفتها في اليوتيوب و بغيت انني انوصلها لكم اذا الفصل الاصعب في الحقيقة في تربية الانانب اسموه هو فصل الصيف علاش لانه كي قل الانتاج و كي قل الربح والسبب هو معروف هو درجة الحرارة المفريطة اللي كتجعل الانانب انها كتقل في المرضودية والانتاج لان مشروع تربية الانانب للمتدئين هو مشروع في حقيقة كيكون ناجح مئة بالمئة ولكن فصل الصيف ميمكنش للمربي انه العادي مربي عادي مبتدئ باش غدي يشري واحد مكيف خاص الاناني خاصا ان المكيف يعني العادي الرخيص ثامان كي سوات التالف درهم ممكنش انه يشري يحط التالف درهم ومن غير المكيف تتاع الفطورة دي الكهرباء غدي جي شوية غالية اذا هذا المبتدئ ما يمكنش يشري هذا المكيف الخاص بالانب وهو يعني احنا نقوله هذا المبتدئ مثلا عنده واحد ثمانية دي النسوات واذكر واحد او الاقل من هذا العدد ما يمكنش يشري لهم كليماتيزور غالي غالي الثامن وحترف الصورة غدي تجي غالي اذا اسمو كي يلقى نفسو هاد المربي كي يلقى نفسو حيرة انه ثلاث ثلاث شهور ما كيخدمش ما كيشتغلش ما كينش انتاج وخاصو يشري العالف وكذلك الادوية خاصة الادوية دي التسمم الدموي لانا في شهر ثمانية كتبدا الانانيب كتموت الى ما كانش المربي محصن ضد هاد المرض يعني الليبرا ديال كوني بخافاك كين واحد الليبرا سميسا كوني بخافاك ضروري انه يشريها ويعني كيل غارسو كي يصرف بدون ما كين انتاج خصوص برغيه فحقا خصوص برغيه فحقا خصوص برغيه فحقا جوج ديال الحويش فقط لا غير كين اولا قينينات الماء المثلج بحال القينينات بحال هكا اناني ردي نشد هون ثلجها وكان حطا الارانب فوسط معاهم يعني فوسط القافص انتوما قينينات ديال الماء بحط طريقة يعني غدي تجي فتح القافص هكا وتحطها في وسط وسط لقافة السموك يوقع انهم كيمشوا لهذا القنينة هكا ثم انا غدي نحطها بوحط طريقة مائلة باش تشوفوا هما سموك يبقوا وديرو فيها هديرها مجربة طريقة فيك تحطوها بوحط طريقة عشوائية مشي مشكي هكا سموه هما كيمشوا ويديرو انهم كيمشوا كيبقوا كيتمسحوا بيها هذك الماء المتلج هما سموك يديرو كي يبرد عليهم في الصباح ممكن انكم يعني في الليل تديرو هذي القنينة يدいうو التلجو والغد ليه انكم تحطوهم الامان بدياركم سموك يوقعه ان هما كيبقوا يتمسحوا بذيك القنينة وكيلامسوها سموك يوقع انهم كيتبردو منها وهذا الطريقة بمثابة كمادات يعني كمادات كي يخفضوا من درجة الحرارة وكذلك أن هذه الطريقة كتجعلهم أنهم يعني الكرش ديالهم كتكون البطن ديالهم كيكون سخون كيتمسحوا بها رمشي كي يكلوها وإنما كيحطوا عليها الحنك ديالهم كيحطوا عليها الجسد ديالهم كيتمدوا وكيتلامسوا معها إما في الظهر إما في الرجلين إما مهم هذا الحرارة إراهية يعني ذلك القنينة هي بمثابة الكمادات الآن كنديرهم يعني فوق الجابين وما كذلك إلا حتى تيالهم في الصباح مثل الجارة في العشية قد يقعوها دابت ولكن ماشي مشكل غير أهم أنكم متعمروهاش كاملة بالماء باش مات الحجم ديالهم ما يتضائرش وتبغيت يعني تتنفاجر يعني هذه الطريقة طريقة بسيطة وقيت فيديويات أنهم ديرينها الروس وديرينها الأمريكان كيحطوا قراعي يعني إما ديال اللي يترو أو يترو نص جي يترو تاخمسا يترو ماشي مشكلة أنكم تحطوها بوحد طريقة يعني أو خاص طريقة عشوائية كتحطوها ومكي بقوا تلامسوا معها كي ياخدوا من هذك ذيك البرودة ديالهم كين واحد طريقة واحدة أخرى يعني وهذي كينة النيس في الفيديو أنهم كيشدوا أصبرو أصبرو العادي اللي كنديرو إحنا مني كتكون فينا سخانة أو مهم أصبرو كينة ديال أصبرو كتديرو جوج ديال الكينات في الليتر الليتر ديال الماء كتديرو فيه جوج ديال الكينات هذك هالطريقة كتجعلهم كذلك أنهم كي يديرو كي يسترجعوا الطاقة ديالهم الحيوية بمثابة في حقيقة بمثابة ذوك الفيتامينات غيرهم ما كتحيدهم تسخانة يعني في الصيف ممكن أنكم شريوا واحد الباكية ديال أصبرو كتدير الشي 17 درهم كتخليوها ديما كل نهار آه نهار الله ديرو لهم أصبرو جوج كينات في الليتر ديال الماء و أعطيوهم الآن إن شاء الله غادي تلقاوا غادي تحصوا بيالي الآن نبدي لكم كي يستحملوا ما كي بقوش ينهتوا بزاف يعني في الصيف كتحص بيهم كي بقوا ينهتوا بزاف يعني يعني نرى مغلوبين بالحرارة أما بهالطريقة هذي ديال أصبرو كي يبرد عليهم واحد شوية دراجة الحرار ديالهم و ميلام شيتوا تعبرتوها غا تلقاهم أنهم بدو كي يسترجعوا الطاقة ديالهم هذي طرق أنا أخذتهم من حقا من يوتيب ولكن الطريقة الثالثة هي اللي كنستعمل لنا وهي بيكربونات السوديوم بيكربونات السوديوم إذا كانوا عندهم شي حرارة في البطن ديالهم راها كتخفف عليهم إذا كان عندهم شي انتفاخ أو تاني كذلك أنهم كيتفشوا و كيولوا مزياني إذا بيكربونات السوديوم ممكن أنكم تديروا معي لقا وحدة في لتر ديال الماء وتعطيوهم نهار آه نهار الله يعني هذي بيكربونات السوديوم متشوفوش باللي راها نهار آه نهار الله اسحبوا بالله غاليتخسروا الفلوس بزاف و إنما راها بكية كبيرة يعني فيها بزاف يعني تقريبا قد البكية ديال الملح كتدير السدرهم راها السدرهم ممكن نضرب لكم في الصيف كامل يعني ماشي غالية غير خسكم شوية تحركوا يعني ما تنسوش يعني هذ الطريقة حقيقة مجربة ولكن خس الإنسان يقوم بها ماشي ماشي قول بيلي غادين ديرها و يديرها و حال النهار مثلا ينسا لا منين تقولوا غادين قوم بها ينطق و قوم بها الطريقة لأن في حقارها طريقة مجربة إذن هذو مثلث الطرق كين القينينات مثلاجة كتحطوهم في وسط القفص كينت أسبرو أسبرو العادي كتديروا جوج ديال الكينينات كتديرهم مع ليتر ديال الماء وتعطيهم نهار آه نهار لا كذلك بيكاربونات الصوديون تم راهم مفيدين مفيدين بزفق خصوصا في فصل الصيف لا بالنسبة لكبار وبالنسبة للصغار وبالنسبة للصغار أكثر لأن الصغار كيتصابوا بالانتفاخ هو كيخفف عليهم و كيجعلهم أنهم يقاوموا و كيبرد لهم البطن ديالهم يعني كتحسوا بهم ولاوا مفشوشين و تان النشاط كتحسوا بهم ماشي غيكين هات و مفروس لواحد جيالك كتحسوا بيك بولك يتحرك و كي يقوم بالمهام دياله و كي يستطع أنه يياكل و كيخرج إذا لهم ثلاثة الطرق طريقتين خديتهم من عند شي فيديويات و الطريقة الثالثة هي بيكاربونات الصوديون الحلقة دياله دياله كملات شاركوا معنا الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا تكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله و تكيوا على زر جام باش تسندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة